السلام عليكم وحياكم الله وياهلا وسهلا الله يسعدكم يا رب انا كتير اتكلمت زمان عن الترقيد الهوائي ولكن عشان حبايبنا الجدد اليوم اليوم انا عندي الفرعة هاذا الحقيقة كنت ابغى يقصه من تفاح الورد لانه طالع فوق التين تين صغير لسه فما ابغوا يغطي عليهم فلما مسكت المقص والله كنت بقصه من هالمكان فقلت خلينا اعمل عليه ترقيد هواي عشان يكون مرجع لبعض اللي فاتتهم الفيديوهات القديمة وهو موجود بالحساب ترى ترقيد هواي للتين ترقيد هواي للجوري وترقيد هواي كثير اشياء اه الترقيد نوعين طبعا ترقيد هواي زي كده الهواي يعني غصن معلق او ترقيد ارضي اللي هو الاغصان اللي تكون زي العنب وغيرها تكون على التربة فنجرح حنشير اللحاء حننعرف الغصن هو مكون من اللحاء له هذا اللحاء العلوي وهذا الخشب فنجرح نزيل اللحاء كامل نترك الخشب ونخلي الكتلة الطينية او التربة اي تربة مستخدمة انا استخدم هنا عندي البتموس او التربة التشتيل خلطها مع شوية بتموس المفروض ترا ما يكون في بيرلايت لكن انا خلطة مسبقة عندي حطيتها ولا هو بدون بيرلايت ما في مشكلة فهي ترطب وينعصر بليد انا يا دوبك عاصره هذا القلوبزات بس عشان الفيديو اختصر لكم يا نعصر الخليط عاصره جامدة لنطلع كل الموية منه ونحقن فيه اه طبعا احنا نقدر نحط هنا بلاستيك نعبيه تربة نقدر نحط فيه كبسولة جاهزة موجودة بالمواقع الزراعية انا استخدم الكبسولة محلية الصنع هذي زي ما قلت لكم زمان هذي قزازة موية اه فافتحها من الجوانب اه مهم جدا تكون شفافة تراها شفافة لكن عشان التربة مش مع بيتها كان لها اه مهم تكون شفافة علشان نراقب الجذور بعدين او نلبسها المكان هذا انا بلبسه معكم الان تلبيس مؤقت وبعدين ان شاء الله اجي لالا ارتبه بعدين ان شاء الله خلونا نلبسها الحين الكبسولة هذي كبسولاتنا محلية الصنع تمام كده يكون الجزء المكشوط بالنص تماما وعلشان نوصل للمرحلة هذي خلونا اضغط الا ايوه هنا هنا شفتوا كيف صارت بس هنا لازم ادخلها شوي زيادة منتازة هنا الان اصبحت الكبسولة جاهزة اه نلمها من هنا لم على طول نجمعها على بعض ونتيبها بالتيب من الاعلى تيب كامل اه وبعد كده هنا اصبع عندنا ترقيد هوائي جاهز نتركها عشرين يوم خمسة وعشرين يوم ونبدأ الراقبها ان شاء الله انا ما بيتركها عشان مطيح لاني ودي اتيبها قبل ما تنفك مرة ثانية اه ما بيعيد الحشوة فبالطريقة هذي اصبع عندنا ترقيد هوائي كامل ان شاء الله بعدين راح اتابع معكم ووقت ما نزل الفيديو هذا راح ارفع لكم فيديو ثاني من الترقيد الهوائي القديم بالحساب بس قديم وما حترجعوله انا عارفه هذي طريقة ترقيد الهوائي وقلنا لكم فيه ترقيد اخر اسمه ترقيد ارضي اللي هو الغصن يكون على على التربة ونعمل له نفس الكشت اهم شي مهم جدا نكشط اللحاء عن الخشب وبكذا راح يجذر ويعطينا بعد ما يجذر نقصه من المنطقة هذي تماما المنطقة هذي نقصها من هنا وهنا عندنا كتلة جذور وتطلع عندنا بقية الشتلة هذي طال عمركم شتلة جديدة وجاهزة هذي فكرة ترقيد الهوائي وبسم الله ان شاء الله بعد ما قفل منكم بزبطه ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة